اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين واسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن طبعا هذا البرنامج مثل ما نقول فيك الحلقة هي عبارة عن نافذة ونافذة مفتوحة على اقتراحاتكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه مستمعين الكرام أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في دبي في مراكزها الصحية الأولية أو المراكز المتخصصة أو حتى مستشفياتها الأربعة فالمجال مفتوح أمامكم للتواصل معنا على الأرقام أربعة صفر صفر ستة للرسائل النصية ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة للاتصال وأيضا نحن موجودين معكم لايف على إنستجرام نور دبي وأيضا إنستجرام هيئة الصحة بدبي دي أش اي أندرسكور دبي إذن باجي أيام قليلة على شهر الخير شهر رمضان المبارك الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله صيامه وقيامه ويبلغنا ليلة القدر يا رب فيعني هذا الشهر نحن مستمرين فيه معاكم عبر برنامجنا صحة وسعادة بتكون عندنا حلقات إن شاء الله فيها الفايدة الكبيرة للخروج بصيام صحي وأيضا استغلال هذا الشهر الفضيل إنه يكون شهر يعني يضيف لصحتك الشي الكثير بتكون عندنا فقرات خاصة بالتغذية كيف إنه ممكن يكون الصيام جيد لمرضى السكري كذلك كيف ممكن إنه الصيام يساهم في تعزيز مناعتك الصحية كيف إنه الصيام بالفعل قادر على أنه حتى يهذب أخلاقك يعني أخلاقك ويهذب أيضا صحتك كيف وايد أشياء ما تعرف عليها في هذا الشهر وأيضا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي عندنا وايد أمور بتكون كذلك مفاجآت خلال هذا الشهر الفضيل بتكون أيضا في بعض الشخصيات الكرتونية اللي بتطلع في شهر انضاء على حسابات هيئة الصحة بما أننا نحن نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي معانا أسمى الجناحي صبحت الله بالخير البارحة شوف فيه شخصية جميلة تشي سويتوها على أساس أنه بتنزل في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن نتحدث قبل أن ناخد تفاصيل هذه المخلية حق الأيام الياية بتطلع لنا المفاجآت كلها إن شاء الله بالنسبة للسوشال ميديا خلينا في البداية نتعرف شو أهم شغلة موجودة على السوشال ميديا ترند غير أن ريال مديري تخذ الدوري حالي نحن بكثين على موضوع أغلب الأسئلة التي توصل عن المرضى السكري والضغط في شهر رمضان فالحلو أنه نحن في كل مراكزنا الصحية كل يوم في مركز صحية يتكلم عن موضوع التكري والرمضان وهذا أيضاً المساشفيات الثغارية في التوعية في ساحات الانتظار لكل الزوار لمراكز المساشفيات هذا عسب زيادة وعي للجموع ممتاز 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 جداً هذا بس اللي بقول قبل الفطور قبل الفطور خبرين الرسائل الإيجابية اللي بعد الفطور تطلع دائماً رمضان بيكون طول اليوم شغالين إن شاء الله يا رب نحتاج والله في نصائح السحور نصائح الفطور ممتاز جداً ممتاز طيب شو الرسالة الإيجابية اللي عندك اليوم حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب وبحث عن ما تحبه في عملك فلا يجد عمل من دون أنصر من على أثر المتعب صحيح صحيح أصبت أنا شوي مريضة اليوم فشوي أغرض في الرمضة لا بالعكس ما قصرتي أسمي الجناحي مسؤولة السوشال ميديا عندنا في هيد الصحة في دبي شاكري لتشاذي المداخلة وشاكري لتتوجدت دائم معنا وإن شاء الله يا رب يعني يولقت ولسون إن شاء الله مثل ما يقولون إن شاء الله إن شاء الله خير مشكورة يا اسمه إذن كانت معنا عبر الهاتف اسمه الجناحي مستمعين يعني الصيف يا أنزين في دراسة تقول طبعاً هذين العلماء من جامعة ليفربول البريطانية يقولون إن الاستجمام والاستلقاء على الشواطئ لفترات طويلة مضرة بالصحة وقد يتسبب الوفاة مبكرة أنزين طبعاً هذا في حديث لديلستار قال العلماء لقد توصلنا لتلك النتائج بعد اختبارات أجريناها على 28 شخص كان متوسط عمرهم ما بين 25 سنة وجميعهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة ويمارسون النشاطات البدنية بشكل متواصل وخلال الاختبارات طلبنا منهم الاستجمام لأسبوعين على أحد الشواطئ وعدم ممارسة النشاطات البدنية وبعد الاختبارات تبين أن جميع المشاركين فقدوا كمية ملحوظة من الكتلة العضلية في أجسادهم كما ازدادت كميات الدهون المتراكمة لديهم وخصوصا في منطقة البطن ما يعد وفقا للعلماء من أهم المؤشرات التي تندر بالإصابة بالطراب عملية التمثيل الغذائي في الجسم والتي قد تؤدي للوفاة المبكرة أحمد علي يقول لازم نروح البحر الصيف والله أحمد يقولون البحر يسوي كروشة الحين وممكن يؤدي للوفاة فأنت وكيفك يعني عموما نحن متواصلي معاكم مستمعين عندنا العديد من الفقرات القادمة إن شاء الله بعد الفاصل متواصل معاكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا نرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسال نصية على 4006 وأيضا متواجدين على DHA أندرسكور دبي ونور دبي موضوعنا القادمة نتكلم فيه عن السياحة العلادية التجربة المميزة والوجهة المفضلة هي دائما دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة صحة وسعادة سعادة الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تخدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا قبل الفاصل نسيت أقولوا منوا معنا في البرنامج اليوم ويا أنا في الإخراج عيسى سبيل وفي التنسيق معنا ميرر لغفلي وأيضا عبدالله شرهان بعد كذلك موجود معنا في الستوديو إذن قبل الفاصل حكينا ما يتكلم عن موضوع السياحة العلاجية وقلنا أن دبي هي التي توفر التجربة المميزة والوجهة المفضلة في السياحة العلاجية في المنطقة معنا في الستوديو دكتورة ليلى المرزوقي مدير مجلس السياحة العلاجية في هي التي صحة بدبي صبحت الله بالخير دكتورة بالنور سرور أخوي محمود أول شيء وايد مساسين أنت معنا اليوم بس نذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 دكتورة بخبرت اليوم عن شغلة أنا قريتها بما أن أنت عندك خبرة في هذا الموضوع شوي بعيد عن موضوع السياحة العلاجية ويمكن يدخل بشكل أو بآخر في هذا الموضوع فكان من بين الأشياء التي يتكلمون عنها إن شاء الله يفتح اللينك بسرعة بس لنا يا سبربر عشان اللينك يفتح لكن ما شيء فايدة ما فتح اللينك بقرا هنا يقول وزارة الصحة في دولة الإمارات تدرس مقترحا لإضافة رغبة التبرع بالأعضاء إلى رخصة القيادة وبطاقات الهوية في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد دليل إرشادي لإجراءات زراعة الأعضاء بالاستناد إلى لائحة الدليل الخليجي الموحد وبناء شبكة للربط الإلكتروني شكرا عزيز الربط الإلكتروني مع مراكز زراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاب الكوادر الطبية المتخصصة وتشجيع البحث العلمي في مجال زراعة الأعضاء أنا ليش أسأت هذا السؤال هذا يعني بشكل أو بآخر ممكن يكون له بما أن أنت عندت يعني دخلت في هذا المشروع في هذه القوانين في السابق أخذ رأيت شوي بشكل طبي من هذه الناحية أيضا بالنسبة للسياحة العلاجية ممكن أن يشجع السياحة العلاجية هذا الشيء إزاك الله خير وخي محمود طبعا أنا الخبر هذا شفته وأسعدني الخبر هذا الصراحة لأنه نحن من الدول المتطورة ويكون عندنا التبرع بالأعضاء هذا شيء جدا جميل ونحن عشنا في المستشفيات وعرفنا معاناة على سبيل مثال الأطفال اللي يروكمون حق غسيل الكلة بشكل ثلاث أربع مرات في الأسبوع وشفنا معانااتهم يعني الخبر هذا بشرة خير وبشرة سار لهم وأمل يديد وباب يديد يفتح لهم للأطفال والجميع اللي محتاجين لزراعة الأعضاء سواء الكلة سواء العيون سواء الجبد فهذا شيء جميل جدا طبعا دولة الإمارات ما رخصت العمليات هذه إلا بعد ما حطوا لها ضوابط ومعايير تنظم العملية هذه وهذا شيء جيد أما بالنسبة للسياحة العلاجية أتوقع نحن في الحين في البدايات المشروع هذا وإن شاء الله يوم بنشوف نتائج المشروع هذا وثماره خلال الفترات الياية إن شاء الله نحن نبدأ نشتغل على الموضوع هذا جميل إذن في ضؤره يد دبي هذه الإمارة وتطلعاتها المستقبلية في تحقيق التنافسية العالمية وتقديم نموذج صحي من الطراز الأول وتجربة استشفاء مثالية تعمل هيئة الصحة بدبي على تنشيط حركة السياحة العلاجية وجعل دبي الوجهة المثالية لهذا النوع المهم من السياحة إذن من هنا انطلق هذا المشروع الطموح الضخم مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية طبعا تستهدفون دكتورة أكثر من 500 ألف سائح علاجي بحلول عام 2020 وأنا أقولكم هذا السقف فعود دكتورة لأنه أنتوا ما شاء الله كم وصلتوا الحين نحن طبعا أول خلاء أعقب على البداية الجميلة تفضل تفضل تفضلك دائم أخوي محمود طبعا أنا أقول اليوم دائما أنا أستخدم العبارة هذه إن إمارة دبي بدأت يعني بدأت المشروع هذا واليوم الحمد لله إمارة دبي تتلألة على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية وبدأت موجودة هي بالفعل على الخارطة العالمية والناس قاموا يأخذون تجربتنا في السياحة العلاجية في تجربة دبي ويأخذونا كمعيار للأشياء اللي يسوونها يعني قبل فترة كنا في الصين أخوي محمود بس أذكر لك مثال إن أخواننا في ماليزيا قالوا لنا يوعدنا وقالوا إن نحن الحين الشبكتنا الإلكترونية طورناها وضفنا عليها أشياء ترى نحن خذنا كل الأشياء من شبكتكم الإلكترونية ترى خذناها كبنش أخذ تجربة دبي جميل نعم فالحمد لله يعني دبي صارت مثل بنشمارك مثل معيار للجهات اللي يقصدونها السياح اللي يقصد العلاج والحمد لله يعني قدرنا إن نحقق ما حققناها الحمد لله اليوم في فترة قصيرة والحمد لله وهذا شيء مو شيء غريب على إمارة دبي جميل طيب أنا أعطيت بس عيسى شوي النظرة الشريرة هالي يبقى بريك يمكن هو لا لا بعده على بريك أنا ومن الحين يبقى بريك زي يعرفونك دكتورا طيب الآن دبي فازت برئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية وأنت ذكرت أن دبي صارت مودل الواحد ممكن أن يأخذ هذه التجربة ويطبقها في بلدان يعني ممكن نكون نقول عنها بلدان متقدمة فمضاجة دكتورا من شيء؟ لا 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 أمورك طيبة زي فالآن ماذا بعد فوز دبي برئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية وأنت أيضا أنت رئيسة هذا المجلس نعم طبعا هذا شرف كبير لنا ونجاح يضاف لنجاحات إمارة دبي والحمد لله يعني من كثير من الناس يعني سمعوا بإنجازات وما حققتها دبي في مجال السياحة العلاجية فكان لنا الحمد لله الشرف بالفوز بالمنصب هذا طبعا إمارة دبي اليوم مثل ما قلتها الخارطة العالمية للسياحة العلاجية وكذلك الإحصاءات أرجع للسؤال اللي سألته قبله شوي يا أخوي محمود الإحصاءات الحمد لله اللي عندنا نحن تشير إلى زيادة عدد السائحين اللي يون إلى إمارة دبي بقصد العلاج ونحن لو قارننا الإعداد من 2015 مقارنة ب2016 كان هناك في نمو بنسبة 9.5% نمو في عدد السائحين اللي يوم من برع الإمارات بقصد العلاج إلى إمارة دبي فالعدد زاد من 299 ألف سائح علاجي في 2015 سائح علاجي خارجي يعني مش اللي يون من البقية الإمارات الثانية إلى دبي بقصد العلاج فالعدد هذا زاد من 296 ألف إلى 326 ألف ونص تقريبا في عام 2016 أي بزيادة حوالي تقريبا 9.5% ونحن نشوف دائما العدد هذا يمكن نحن لو نقارن بالنسبة العالمية هذه هي الأعداد اللي سوق السياحة العلاجية دائما يركز عليه يعني النمو في عدد السياح والنمو في قطاع السياحة العلاجية بشكل سنوي تقريبا من 10% إلى 11% والحمد لله نحن وصلنا النسبة هذه والحمد لله جميل يقول صباح الخير منورين دوم الله يعطيكم العافية بالتوفيج صباح الخير سلم سلم هذا سامي يسلم عليك الدكتورة ما شاء الله تبارك الرحمن على دبي تبارك الرحمن على دبي الله يحافظ ويحافظ اللي ساكنين دبي واللي عايشين على الأرض دبي ويحافظ شيوخنا ويحافظ حكومتنا مم قصري معنا دكتور نحن تكلمنا عن قلت أن في زيادة في أعداد السواح ما بين 2015 و 2016 الحمد لله شو يون يتعالجون في دبي؟ شو يبغون؟ سؤال جميل سؤال جميل يعني نحن شفنا المرضى اللي يون لإمارة دبي بقصة العلاج هم يون خلا بس أعطيك إحصائيات عن أعمارهم أكثر شيء أعمارهم تتجاوز بين 25 و 45 سنة وطبعا الريايل يون أكثر من حريم شفنا أنه 51% من العدد الذكرتها رجال و 49% نساء وأكثر شيء أخوي محمود طبعا مثل ما تعرف نحن ركزنا على سبع تخصصات في إمارة دبي كمرحلة أولى وهي العيون والأسنان والجلدية والعظام وكذلك الإخصاب والولنس والشيكاب فمن على حسب الإحصائيات اللي عندنا في 2016 شفنا أن أكثرهم يون حق عمليات العظام وكذلك حق الجلدية وعمليات العيون والحمد لله يعني حققنا أرقامنا كبيرة بالنسبة للتخصصات الثلاثة هاي وشفنا أكثر شيء المرضى اللي يون حق التخصصات هذي يون من دول آسوية اللي هي الهند وإيران وباكستان وأفغانستان وكذلك من الدول العربية دول مجلس التعاون طبعا السعودية على رأس هذه الدول وكذلك العمان والكويت وكذلك يون من الدول العربية مثل مصر والجزائر وكذلك أخوة محمود يون من الدول الأوروبية كذلك سواء شرق أوروبا أو غرب أوروبا وكذلك يون من الولايات المتحدة يعني أنا أمس كنت في زيارة لحد المنشآت الصحية في إمارة دبي المدير الطبي هناك يقولي أنه نحن الحين صارنا نشوف مرضى يون من نيجيريا يون الحرمة قبل الولادة بثلاثة شهور وتولد عندنا في إمارة دبي لأنهم سمعوا بالخدمات الطبية الموجودة بالإمارة جميل أمار وانا دول ربي حافظ شيخنا الكرام ودولتنا من أحسن الدول في العلاج وغير العلاج هي صاجة دكتورة أنت طرقتني العديد من المواضيع في هذا المجال يعني أنا ترد في بالي العديد من الأسئلة خاصة في التفاصيل هذه أنا اللي عرفها أن العلاج من بعض الدول الأسيوية اللي أنت ذكرتها هناك العلاج عندهم أرخص من عندنا ما أدري إذا هذه المعلومة صحيحة ولا غلط لكن أن يعني يتون الكثيرين من هذه الدول للعلاج في إمارة دبي أبغي أعرف هذه شو مدلولاتها أيضا أبغي أعرف ليش يونه بالذات يعني على دبي طبعا أنا اللي جاء بأخذها بعد الفاصل أتحمسي حين الدكتورة ما عند الفاصل نتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع وما نعرف ليش الناس هذين يونه على دبي مع أن العلاج اللي أنا عرفه ما أدري معلومتي صح ولا غلط بعرفها يعني بعد الفاصل أن العلاج عندهم أرخص هذا اللي يعني نعرفه من زمان تبغي علاج أرخص بتصير مثلا الهند ولا بتصير مثل هذه الدول عموما فاصل وما نرجع مستمعنا الكرام أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة وعلى طريق الرسال نصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين على نور دبي ودي اتش اي اندرسكور دبي وفاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وخاتكم مرة أخرى وسمعين الكرام حياكم الله مهلا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج جدد قدم لكم هيئة الصحة في دبي بتعاون مع مستسد دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن إذن قبل الفاصل كانت معانا الدكتورة ليلى المرزوقي مدير مجلس السياحة العلاجية في إمارة دبي وأيضا تحدثنا عن السياحة العلاجية وطرحنا عليها السؤال قبل الفاصل السؤال يقول ليش في دول هذيرا نحن نعرف أن علاجهم أرخص عن دبي ليش يايين دبي؟ ليش نسوين زحمة عندنا؟ نحن نباهم يسوين زحمة نباهم يسوين عندنا زحمة المهم دكتورة بس نذكر بأرقام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسال نصية على أربعة صفر صفر ستة وتفضلي دكتورة تفضلك دايم طبعا سؤال وايد مهم أخي محمود سألته ونحن كثير من الناس يسألون نفس السؤال ولكن أنا دائما نحن نقول إمارة دبي غير وإمارة دبي خدماتها متميزة وتأويل السائح يومي إمارة دبي يحصل على الخدمات اللي ما يحصلها في أي دولة ثانية ممكن الأسعار في الدول الثانية تكون أرخص من دبي نعم لكن نحن دائما نركز على الخدمة والتجربة التي يمر فيها السائح العلاجي يومي إمارة دبي حتى إذا لاحظ العلامة التجارية لإمارة دبي هي تقول دي أكس أج تجربة دبي الصحية يعني التجربة اللي يخوضها المريض أثناء وجوده في إمارة دبي بقصد العلاج هذا الشيء الشيء الثاني نحن عندنا في إمارة دبي عندنا خدمات مثل ما قد من موجودة في أي دولة ثانية يعني مثلا على سبيل المثال عندها إمارة دبي عندها حقوق وثيقة حقوق وواجبات المريض يعني المريض قبل لي الإمارة عشان يتعالج يعرف شو حقوقه وشو واجباته ما في دولة في العالم تقدم حقوق وثيقة واجبات المريض كذلك إذا لا قدر الله إذ بعد المريض ما سوى أي عملية جراحية وصارت هناك تعقيدات نقول لك بأن في إمارة دبي تقدم لك بوليصة تأمين البوليصة هذه تتكفل بالمضاعفات هاي حتى لو السائح العلاجي موجود فيه ورنتي هاي ضمان ورنتي ضمان هي نعم هي إنه نحن نهتم فيك حتى بعد العلاج يعني المريض يتكفلون التأمين هذا يتكفل بالمريض يرجع لإمارة دبي يتكفل بسعر الطيارة وبالإقامة ويتكاليف العلاج وكذلك لا قدر الله إذا صار أي خطأ طبي في الدول في الدول اللي ذكريته حتى التخوي محمود نحن نعرف إنه خلاص حق المريض يضيع لكن في إمارة دبي لا قدر الله صار هناك خطأ طبي نحن نقول هيئة الصحة في حكومة دبي هاي اللي تاخذ بحق المريض وعندنا شبك رابط للسائح العلاجي إنه يقدم شكاوي الطبية وهذا الرابط بس خاص للسائح العلاجي يعني المقيم ما يقدر يستخدم الرابط هذا وحكومة دبي متمثل في هيئة الصحة في دبي بتشوفي موضوعك وتاخذ حقك يعني الأمور هذه كلها إذا حطيناها في كفة وحطينا السعر في كفة ثانية والتجربة والخدمات أعتقد كفتنا تكون هي الراجحة أكيد يعني في فرق تصريح قاراج وتصريح وكالة صحة ولا؟ تجبيه شوي دكتورة يقول لا تنسوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الله مصلى على محمد وآله وصحبه أجمعين ومو دكتورة في السياح العلاجية ولكن نشتغل بالسياح العلاجية حياك الله حياك الله مرحبا بخير في سؤال هنا دورة أنا وين راح السؤال يقول هل يوجد في دبي مصحات لعلاج الإدمان؟ في دبي إن شاء الله في خطط مستقبلية وقريبة يعني إن حكومة دبي بتتعاون مع الجهات المعنية ومنها هيئة الصحة في دبي بتكون هناك في مصحات كبيرة ويتقدم كل الخدمات اللي يحتاجها المدمن سواء على الكحول أو المخدرات إن شاء الله في أخبار طيبة بتسمعون عنها إن شاء الله عن قريب وهذه بتيبون بعد من برع دكتور يتعالجون فيها؟ في البداية بس بيكون التركيز على الموجودين في دولة الإمارات طبعا نحن يوم يوم نتحدث يعني الله لا يبلي حد بهذه الأشياء دكتورة لأن الأمانة هي يعني إفساد للمجتمع شو ما كان؟ إفساد للمجتمع، إفساد للأسرة، إفساد للفرد، إفساد لمقتنيات ومقدرات هذه الدولة نعم نحن بهيئة الصحة بتركز مع الهيئات الثانية على علاج المواطنين في الدرجة الأولى يعني في المجال هذا والمقيمين طيب أبو محمد يقول أولا عبد الرحمن الحصائي يصبح عليكم يقول لماذا لا تطبق هذه الأشياء لصالح المواطن؟ أبو محمد يقول شو قصده يعني؟ أنا أشوف كل شيء لصالح المواطن يعني المواطن عنده إنشورنس، عنده تأمين الصحي والمواطن ممكن يقدم شكاوي طبيهم والمواطن ممكن يستفيد من الخدمات اللي موجودة في الإمارة سواء العلاجية أو الاستجمامية أو الـ check-up أو الـ wellness كلها ممكن المواطن يستفيد منها طيب السلام عليكم أتمنى التحدث في موضوع كيف تعامل مع الأشخاص الحقودين الذين يتدخلون في حياة الآخرين الخاصة وكيف نقول لهم لا بأسلوب عاقل هذا شيء في السياحة العلاجية أعلم بسيكولوجيست عشان يرد عليهم يعني ممكن نسوي فرمضان احتمال والله سوي عزوز ما ندري إذا اسمك صحتي احتمال نسوي حلقة بهذا الخصوص الصحة النفسية وممكن نتكلم عن بعض المشكلات في هذا المجال دكتورة شو تقصدون بأعظام مجموعة دبي الصحية هذه DXH اللي دائما تتكلمون عنها وتسوون اجتماعات وتسوون أشياء خاصة هنا بعد دخولي واحد يقول أنه من شركة للسفريات ويقول أنه شركة استراتيجية لهذه الصحة في قسم السياحة العلاجية ما ذكر اسمه؟ ذكر اسمه هو نفسه اللي صورتي رقمته طبعاً نحن المشروع هذا من الشي الجميل فيه أنه تجمع بين الهيئات الحكومية والشبه الحكومية والخاصة تحت مظلة وحدة اللي هي مظلة DXH DHA طبعاً نحن الهيئات الحكومية نعرفها اللي هم معانا اللي ما قصروا منهم دائرة السياحة وكذلك الهجرة وكذلك مركز دبي للإحصاء ومعانا كذلك طيران الإمارات كذلك هم معانا في المشروع هذا ومعانا المنشآت الصحية الخاصة وكذلك معانا شركات السياحية والفنادق يعني قطاع الضيافة طبعاً ضمناهم هذيرا كلهم تحت مظلة DXH أو مجموعة DXH وهذه مجموعة نحن ركزنا على عنصر سلامة المريض وجودة الخدمات من خلال المنشآت الصحية اللي موجودة في إمارة الدبي واللي هي موجودة معانا بأنه عندنا معايير مثل تحبيت تقول لي يعني معايير تضمن الجودة وسلامة المريض قبل هاي المنشآت الصحية تنظم لنا كعضو للـ DXH واليوم عندنا 45 منشآت صحية معانا في مجموعة DXH نحن دائماً عندنا لقاءات ثلاثة أربع مرات في السنة يجتمعوا إياهم ودائماً نحن الهدف من هذه الاجتماعات إن نحقق الهدف المرجو وهو تعزيز مكانة تدبيع على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية واستقطاب نصف مليون سائح بحلول 2020 طبعاً أخوي محمود إذا سمحت لي أنا أحب أقول على الشبكة الإلكترونية DXH.E طبعاً إحنا تحدثنا عن الشبكة هذه بالتفصيل في الحلقات السابقة لكن إحنا ضفنا خدمة يديدة للشبكة الإلكترونية هذه اللي هي خدمة اللايف شات أو خدمة التواصل المباشر يعني هذه الخدمة السائح ممكن يدخل في الشبكة الإلكترونية DXH.E إذا عند أي استفسار يحب يسأل هذه 24 ساعة سبعة أيام في اليوم إن في هناك شخص بيرد عليك باستفسارات أو أي ملاحظات أو أي مساعدة ممكن يحتاج السائحة العلاجية. دكتور أنتو سويتو أبليكيشن صح؟ هي نعم DXH بعد اسمه اسمه DXH وحين بنصدر إن شاء الله على قولتهم بحلته الجديدة إن شاء الله سون. هذا برنامج فرمضان هذا بحلتي الجديدة تنافسونا ما شاء الله يقول هنا أم مروان يقول عندي اختراح نبغي مستشفى ومصاحة خاص للأمراض النفسية والعصبية وتيبون بشكل دوري خصائيين من الخارج يكون عندهم باع طويل في الأمراض النفسية لأن كثرة عندنا أمراض نفسية وعيذات خاصة عندهم جشع المادة لأن أمراض نفسية مثل أي مرض جسدي ولكم كل شكر اخترحوا على المسؤولين في هذه الصحة هاي مسؤولة هنا أنا اخترحة لها تفضل فضلك دائم أبشرت شو اسمها الأخذ؟ أم مروان أم مروان أبشرت إن الصحة النفسية من الأولويات الموجودة في استراتيجيا جيد هيئة الصحة في دبي وهناك في تيم فريق كبير يشتغل على البند الاستراتيجي هذا وإن شاء الله بتشوفون الثمار قريبا إن شاء الله وهيئة الصحة تعرف أهمية الصحة النفسية مثل ما نحن حين نركز على الصحة الجسدية جميل ميرا معليك شمارة شوفي عبد الوهاب طالب الاتصال من عندنا بتشوفينا بتحصلي رقم على المسج أوكي وين أمكن الاتصال بيتصلم فيك الحين عبد الوهاب دكتورة المنظومة هذه يعني تم إنشاءها وفق دراسات يعني قمتوا فيها ودرستوا الوضع العالمي الآن وين نحن هذا عند اجتماع سوري وين نحن من المنظومة العالمية في السياحة العلاجية وين مركزنا نحن في دبي وشو كنا وين وصلنا طبعا مثل ما قلت في البداية إن دبي هي موجودة أحين بقوة على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية والناس قاموا يأخذونها كبنشمارك وأنا ذكرت مثال في بداية الحلقة كذلك المثال الثاني إن المنظومة التأمين الصحي للسائحة العلاجية ومسير المؤتمرات الناس يستغربون يعني كيف إمارة الدبي قدرت إنها تسوي المنظومة هذه بالطريقة الشاملة اللي نحن مسوينها لأنهم نعم عندهم تأمين صحي لكن مو بهاي الطريقة اللي إمارة الدبي توفرها للسائح العلاجي وطبعا مثل ما تعرف في 2015 على حسب منظمة منظمة السياحة العلاجية اللي موجودة في أمريكا كنا رقم واحد في المنطقة ومن ضمن كنا 16 رقم 16 عالميا والحمد لله اليوم نحن بالخدمات اللي نقدمها بالمعارض اللي نسويها واللي نحضارها حضورنا صار وايد أقوى عالميا ومحليا في السياحة العلاجية ومثل ما تعرف أحين نحن غيرنا شوي استراتيجيتنا في 2017 بحيث أنه قمنا نركز على المعارض الجوالة والحمد لله نحن بالتعاون مع الهيئات الثانية في الإمارات مثل كان عدنا نحن معرض جوال في دول مجلس التعاون السبوع اللي طاف بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وكذلك كان عدنا معرض جوال آخر في نيجيريا وغانا يعني بدأنا ندخل الأسواق الأفريقية ونعرفهم بالخدمات اللي تقدمها إمارة دبي وكذلك طبعا السوق الصيني ما ننساه وكنا موجودين فيه قبل شهر والحمد لله الإقبال كان كبير مننا دراقن مول؟ لا مش تأقد أعرفت ما تقول لي دراقن مول زيكة من شهر هناك في الصين دكتورة؟ نعم لأن تعرف أن الشعب الصيني يحب دبي والحمد لله حينما يحتاجون فيزا وكذلك فيه رغبة فيه شريحة من الناس يحبون أنهم يتعالجون برعوا بالفعل يروحون الدول الثانية للعلاج في الحمد لله كان عندنا إقبال كبير من الصينيين إن شاء الله الإعداد هذي بتكون فيه تزايد في 2017 نزي حيث أرين الصين ما شاء الله وين بصيرهم خلال أيامنا؟ لا رمضان يالسين برمض هنا دكتورة بالنسبة للقوانين والتشريعات التي تم وضعها في إمارة دبي أنا نتكلم عنها بما أنت كنت سابقاً في هذا الإطار وأنت عارف المواضيع الخاصة بالتنظيم الصحي الآن في إمارة دبي بالمقارنة مع الدول العالمية طيب كيف ممكن تكون هذه التشريعات والقوانين يعني كافلة لحقوق السائح العلاجي وأيضاً إذا صادف السائح العلاجي يعني واحد يعني سياحة علاجية وصادفت مشكلة ثانية غير في العلاج كيف تتعاملوا معها بعد؟ طبعاً هذا السؤال وايد جميل لأنه يهم السائح العلاجي لأنه نحن في إمارة دبي نحن نفس بقية الدول اللي معنية بالسياحة العلاجية في جودة الخدمات الصحية نفسهم بالشفافية المعلومات اللي موجودة للسائح العلاجي وكذلك بتجربتهم اللي يخضونها يوميون إمارة دبي فإذا ما رجعت لجودة وسلامة المريض بالنسبة للسائح العلاجي فهذا الموضوع وايد مهم ونحن حرصنا عن طريق القوانين والأنظمة اللي تحطها هيئة الصحة في دبي بالنسبة لترخيص المنشآت الصحية وبالنسبة لترخيص المهنيين الصحيين اللي هي اليوم تنافس أحسن المعايير من ضمن المعايير العالمية وتضمن سلامة وجودة الخدمات الطبية وكذلك تضمن حقوق المريض تضمن كذلك أن الخدمات اللي يحصلها لنفس معايير العالمية أما بالنسبة للسؤال الجزء الأخير إذا السائح العلاجي صاد عنده أي مشكلة طبعا نحن عنده التأمين الصحي ضد السائح العلاجي إذا عنده مشاكل صحية وإذا مثلا عنده طاح مثلا أو في حالات الطوارئ لكن الحمد لله بعد إمارة دبي عندها الشرطة السياحية وإخواننا في شرطة دبي ما مقصرين فإذا في أي شيء بالنسبة للسائح سواء السائح العلاجي أو السائح العادي ممكن أن في رقم خاص 901 أخواننا في شرطة دبي هم يتواصلون مع الشرطة وهم ما بيقصرون وببشرك أخوي محمود أني بقول لك حين إمارة دبي سمت المشروع هذا مش السياحة العلاجية غيرنا اسم المشروع السياحة الصحية لأنه عشان الاسم يكون أشمل والخدمات التي تقدمها إمارة دبي تكون أعم إذن من اليوم وراح نحن ما منقول سياحة العلاجية منقول سياحة الصحية هي نعم تجربة دبي الصحية صحية هي نعم نفس الشيء جميل السلام عليكم في تلاعف التأمين بحيث أن يتفق مع مستشعات برفع قيمة العلاج على المريض بحيث تزيد قيمة التحمل على المريض ومن الباطن يكون مسوي سعر مخفض لشركة التأمين يعني فاتورة العلاج بدون تأمين أرخص من التأمين أبشرك أن فيه نظام يعني دقيق جدا نسبة أن الواحد يسوي مثل هذه الشغلات وايض ضئيرة حسن ما ذكر لي دكتور حيدر ما ذكر نسبة كام لكن دكتور لا تقارن بحجم المعاملات التي قاعدة تصيب في إمارة دبي هناك رقابة هناك أي شيء بس إذا أنت عندك أي ملاحظة ولا شفتها دكتور حيدر ما بيقصر طرش لي إياها وعلى طول دكتور حيدر يدورهم أصلا نعم هي بالنسبة للسائح العلاجي طبعا نحن الأسعار عندنا شفافية إذا رحتوا على الشبكة الإلكترونية DXH.ae يعني العملية اللي بيسويها للسائح العلاجي في مثلا السعر كذا ويقول لك السعر مثلا هذا اللي عاطينا يشمل واحد اثنين ثلاثة وما يشمل ألف باعتها ففي شفافية تامة بالنسبة للأسعار اللي موجودة على الشبكة الإلكترونية للسائح العلاجي ممكن التواصل لو سمحتوا تحت الهوة للأهمية شوفي ميرا شو عندي إذا يبغي يطلع على الهوة بعد ما عندنا مشكلة أنتوا عندكم شفافية ونحن عندنا شفافية في البرنامج أي حد عنده أي شغلة خليه يطلع ويتكلم فيها من العكس هذا المنبر المنبر لهمهم إن شاء الله والكل يستفيد دكتورة يعني الآن قارب البرنامج على الانتهاء فيه شغلة تبغين تطرقين لها أنا نسيت أتكلم عنها طبعا أنا أقول حق يعني فيه تفضل تفضلك دائم لا الموضوع يعني كبير وما بيخلصوا فيه دائما أشياء وممكن نحن نتكلم عنه الحمد لله طبعا نحن نقول بأن السياحة العلاجية في إمارة دبي أو السياحة الصحية الحين أخوة محمود خلاص والإحصاءات اللي نحن طلعناها هذه طبعا الإحصاءات تفيد أي مستثمر في القطاع الصحي ليا إمارة دبي إنه ممكن يعرف شو التخصصات السائحة العلاجية يونئ الإمارة بقصد العلاج وكذلك أنا ما ذكرت الناتج الدخل اللي دخل المشروع هذا لإمارة دبي في سنة 2016 في 2015 دخلنا تقريبا مليار درهم من السياحة العلاجية لكن في 2016 الحمد لله العدد هذا وصل تقريبا 1.4 مليار درهم ونحن نقول كل المستمعين أنهم يروحون اليوم وينزلون الابليكيشن DXH ويتعرفون على الخدمات اللي تقدمها إمارة دبي للسائح ويكونون مثل يعني سفراء لنا في تعزيز مكانة دبي في الخارطة العالمية للسياحة العلاجية إذن يعني حتى المقيمين في إمارة دبي ممكن أنهم ينزلون هذه الابليكيشن لكن ممكن يعني يروجون له نعم بس ما بيستفيدون منه يعني ليش نقول بيستفيدون منه بس بطريقة غير مباشرة لأن الإمارة تتبي بتستفيد منها هم حتى بيعرفون العيادات اللي أنتو أو العيادات المشاركة في هذه التجربة وأكيد أنتو ما تأخذون العيادات هذه اعتباطية دكتورة ولكن تختارون على حسب معايير معايير معينة فيها المستوى العلاج فيها الأسعار فيها أهم شيء الأسعار يعني والإدم حصين على الاعتماد الدولي والتخصصات اللي عندهم وشو جودة الخدمات اللي عندهم والأخطاء الطبية نأخذ كل هذه الأشياء في عين الاعتبار جميل إذن مستمعين نحن يعني في حد يقول أنا مقيم لدولة الإمارات هل يوجد شخص يتكفل بعملية قصر الماعدة السلام عليكم هل يوجد شخص يتكفل يتكفل بعملية قصر الماعدة يعني إن شاء الله إن شاء الله الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية موجودة ممكن هذا يعني العباري يقول هل يوجد يعني طبيب لقصر الماعدة موضوع قصر الماعدة الدكتورة هنا موضوع عمليات التجميل أي جوبال هذي يعني هم اللي يعتمدون عليهم في السياحة العلاجية دايما يشوفون عمليات التجميل وكذا وفيه وايد خبصة يعني على مستوى العالم وتجارية بحتة يعني الناس ما قاعدين نسونا وما على أساس إن السياحة العلاجية وسياحة العلاجية واحد يروح هناك ما أدري شو غازين في مبل واحد واحد يعني غازين ما أدري شي أتري أين يسوون عملية تجميل والله يسوون دكتور مروان يقول لي أكثر من الحريم غاز غاز حرمة حرمة ما أدري شو حاط لما أدهني ويوم يالتهابات الدنيا وما أدري وما أتعالت طبعا ما في عملية أي دكتور يضمن لك نجاحها 100% كل العمليات اللي تصير في العالم لها نسبة تعقيدات واللي يقول لك العملية اللي ما فيها نسبة تعقيدات هو مبصريح الطبيب اللي يقول لك ما في نسبة تعقيدات مبصريح مع المريض لكن نسبة التعقيدات هذه تختلف من يد الطبيب لآخر طبعا أنا ما أقدر أحكم على الحالة هذه بس أنا دائما أنصح للسائح العلاجي أن يروح على الشبكة الإلكترونية DXH ويستفيد من المنشآت الصحية الموجودة على شبكتنا لأن هذه عندهم نحن معايير نختارهم ونحط سلامة المريض وجودة الخدمات من أهم أولوياتنا جميل عيسى يقول لك شو لك في الحريم شو خاصني في يوم أنا ما يخاصني في يوم أنزل أنت شو خاصك في الحريم قلت شقا ما قلت أنا بفضحك قلت شي تقول لي يا بخبر الناس عموما مستمعنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم على أمل إن شاء الله أن نلقاكم في حلقات قادمة من دكتورة ليلة مرزوقي مدير مجرس السياحة العلاجية في هيئة الصحابي ديوبي نحن شاكرين لك هذا التواجد ودائما يعني لا تينا بالتيرفون تعادي الستوديو ويدنستان شون تكونوا موجودين يزاك الله خير أنا حاضر مشكوري يا دكتورة ما قصرتي ونتمناكم التوفيق ومثل ما قالت الدكتورة يعني إذا عندكم أشياء تابقون نسوونها ولكذا عندكم المنظومة هذه الخاصة بالسياحة العلاجية اللي بره عمارة بي ممكن يستفيدون سياحة هي نعم لأن هذين يعتبرون دمستيك توريزم نحن نسميهم يعني ممكن أنهم يستفيدون من هالخدمات سواحة داخلية سواحة داخلية هنا سياحة داخلية عموما حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد قبل وتحياتي محدثكم محمود يوسف العري وكان معنا في التنسيق ميرا لغفري وأيضا عبدالله شرهان صح نيالس لكن ما قصر صورنا وخلص كم شغلة يعني زاه الله خير عيسة سبيل شكرا لك زين السلام عليكم سوالي هل تأمين سعادة يشمل اليزك لنظر العين عندت فكرة دكتورة لا والله أنا أعتقد أنه يشمل أعتقد أنه يشمل عشان عشان إذا بتعالج في مستشفى دبي مفروض لنبأ لاش نسوي عموما وصلنا لختم حلقتنا حتى نلقاكم في الغد تقبل تحياتي محدثكم محمود يوسف ودومتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي